بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين أهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامج حدوثة رمضانية عنوان هذه الحلقة تناقض صارخ تناقض صارخ إحنا شماعة بنعيشه كثير في حياتنا في الفترة الأخيرة تناقض في أمور كثيرة ما بين شيء صح وشيء إيجابي أيام بكونوا بتناقضوا وكثير أمور بتحدي علينا وإحنا نفسنا المسلمين الملتزمين نتناقض فيها يعني بتشعر أنه أحيانا فيه تناقض بين العبادة الشعارية والعبادة التعاملية بتشعر أنه هو إمام وخطيب أو بتشعر أنه يحافظ القرآن ورائع في كل شيء وفي نفس الوقت فيه إلهم عبادات تعاملية سيئة فيه سلوكيات سيئة فسموهم الالتزام الأجوب أو التناقض بين العمل والعبادة وهي طبعا مش لازم يكون في حياة الإنسان بل خليني أتكلم أن الفطرة السليمة ترفض هذا التناقض من أكثر المتناقضات اللي إحنا بنشوفها بحياتنا مسلسلات شهر رمضان تناقض غريب من نوعه تناقض يثير الدهشة يثير الفضول يثير الكلام عن هذا الموضوع مثل ما بالضبط ناس بتحتفل قاعدة بمثلا على سبيل المثال يعني لا وأيد أنا يوم الأم وهذه الأم والأم لها كل يوم يوم الأم ونازلة تعرض روايات عن عقوق الأم طب هو بنفع هذا الكلام؟ هو بنفع هذا الكلام؟ إحنا أبا رمضان من حد ما وعينا منه إحنا صغار ودائما الدعاء والشيوخ والكل بشجع بحفز في شهر رمضان بس خلوني أحكي كمان أن الصحابة وسلف الصالح كان من شهر رجب يبدأوا يقولوا شهر رجب شهر رجب هو شهر البذر شهر شعبان شهر السقية شهر الحصاد هو شهر رمضان وإن لم تبذر فيه رجب لتحصد فيه رمضان كلامي كتير 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 وكان يقولوا الله ما بلغنا رمضان والله ما تقبل منا رمضان قبل أو بعد ست أشهر من انتهاء رمضان طيب كل هذا الكلام يا جماعة إحنا كنا طول عمرنا وإحنا صغاري من يعرفوا لغاية ما كبرنا وصرنا نشوف التناقض الصارخ شهر رمضان مسرسلات ما أنزل الله بها من سلطان يعني الأداب الأخلاق الأمور اللي الإنسان لازم يحافظ عليها بتحس إنها انتزعت قيمتها من شهر رمضان كيف يعني؟ ما عمرنا بحياتنا تخيلنا إنه يكون مشهد العري مشهد طبيعي صار طبيعي ما عمرنا بحياتنا تخيلنا إنه يكون مشهد ست أو رجل قاعد في عائلة وبحمل كاس خمر يكون طبيعي وصار طبيعي ما عمرنا تخيلنا إنه القتل والبلطجة عبارة عن بطولة وفتوة ما عمرنا تخيلنا إنه المرأة كل ما كانت عالية كل ما كانت أرقع ما عمرنا تخيلنا إنه الوضع يوصل فينا لهون ووصل ورضينا ومبسطنا وتعبعنا خليني شوي أهمس في قدم كل حدا بيسمعني اليوم في هاي الحدوثة لنحكي شيء عن أصل السينما أول ما طلعت لدراما العربية بدأت يعني أو صناعة لدراما العربية يا جماعة بدأت على يد اليهود يعني كل ما نراه اليوم مخطط منذ زمن كل الهجوم على الدعاء الهجوم على الشيوخ الهجوم على أي إنسان بيحمل الدين لدرجة أن نصرنا في نلاقي ناس مسلمين ملتزمين بيحكواتي احنا محبش الشيوخ احنا محبش الدعاء طبعا ما دام وصوروا إلنا بهيك طراء ما دام جسدت السينما والإعلام الشيخ والداعية كأنه وحش أو رجل لا يخاف الله أو إنسان وصولي وانتهازي وكل الصفات السيئة فيه رح يكون أكثر من هيك النائي ناس الإعلام خطير الإعلام باستطاعته إنه يقلب كل الموازين يقلب الحق للباطل في ثلاثين سنة قدروا يقلبوا الإزدال والخمار والنقاب اللي كانت تحطون مرأة مصرية لا إتنورة القصيرة أو ما يسمى بالمنجوب في ثلاثين سنة إذا أصبح اللبسها طبيعي قلبوه بالإعلام هاي القضية ما أشت من اليوم ولا من مبارح ولا من قبل فترة هاي القضية من زمن بس خلوني شوي أصرح فيكو لشوي لحقبة زمنية قبل هاي الفترة صناعة الدراما العربية نركز بدأت على يد اليهود يهود العرب وكان معهم طبعا أقليات من المسيحيين والدروز وأقليات أخرى الآن اللي أسسوا شركات الإنتاج وشركات الدعاية وصاروا ودور العرض وصاروا يحتكروا أجهزة التصوير ويستوردوهم ويصدروهم هم برضو نفسهم اليهود إذن كانت اليهود المتحكمة بالسينما وبشيء اسمه اللي إحنا اليوم بنشوفه كله هذا الفن والتلفزيون والأمور اللي إحنا بنشاهدها الكثير كمان أضف إلى معلوماتك من نجوم السينما في السابق كان أصلهم من اليهود وإن كنا نحن نجهل هذا الشيء هم نعضي عصابعنا واحد اسمه توجو مزراحي توجو مزراحي هذا مسمى اللي أصم عربة طبعا ما بحكي اسمه اليهود لحتى ما أحد يعرف اسمه أحمد المشرقي هذا هو مؤسس أول نقابة للسينمائيين يهودي كمان في يهودي نمساوي اسمه ستيفان روستي هذا هو سفير النمسا في مصر تحول فجأة إلى ممثل وبدون أي مقدمات نجوة سالم ممثلة كان بعض يفكرها إنها عربية وهي يهودية ممثلة أيضا تدعى كاميليا وكذلك إلياس مؤدب وسلام إلياس وزكي الفيومي وأيضا نجمة تسمى ليلة مراد كانت أيضا يهودية بعد هيك أسلمت بس كان أصلها يهودي كل هذه الأمور إحنا ما يكوننا نعرفها إذن كل هذه الأمور مش جديدة أبدا وهذا التناقض مش جديد أبدا وإننا نشوف رمضان صار بالصورة اللي إحنا منشوفها هذه ملهيات 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 وكأنهم عاديين بيغتنموا إحنا نغتنا من الشهر للخير هم بيغتنمون الفساد والنفاق والإغواء طيب البنية التحتية لازعت حتى الآن قائمة والأساس هو الأساس اليهودي الذي تأسس قبل قرن شو الهدف من هذا الكلام؟ ضرب الصحابة كل اليوم طوع من نشوفه ضرب التاريخ ضرب التاريخ كله ما فيش إشي أسمعه تاريخ الغزوات وهذا التاريخ هذا كله لكله مليان عبر وقصص ورجولة وقيام وأهداف كمان ضرب المرأة اللي هي المؤسس الأول للأسرة طبعا المرأة أهم شيء المرأة هي اللي بتخلى في الأجيال المرأة هي اللي بتقود هذا الجيل لأنها عندها المرأة لما بدها تعطي بتعطي أنها عندها الكثير صورة كاملة فقراءة اسمها النساء شيء مش سهل صار يضرب المرأة حتى يعملوها بتمثل دعاية حتى يستهينوها من طاقتها من قدرتها ويسوها واجهة لإعلان معين بالشوارع حتى أصبحت المرأة يعني بلا قيمة تستعمل استعمالات غير لايقة ضرب الأئمة الأربعة طلعونا جماعة يقولك فيش شيء اسمها أئمة أربعة ماذا دل طلعوا ضرب أيضا للبخاري ومسلم وهذا كل عاصرنا ونساء الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حاليا بالحقبة زمنية هاي الأخيرة هذه يا جماعة بدنا بس نتذكر إنه هذا الموضوع له علاقة بالمؤسسين الأصليين للسنما واللدراما اللي هم اليهود فإحنا ما بدنا نكون فريسة سهلة ليش؟ الشاشة مفتوحة شو الشائل اللي بتظنني أكتر إيش رسائل لا شعور يا جماعة أصعب إيش تجيني رسالة باللا شعور شو الرسالة اللي باللا شعور هي الرسالة المرئية غير المسموعة أنا بشوف كل يوم بشوف كل يوم من مسلسل من مسلسل الدعاء لمسلسل الدعوة لمسلسل لفلم طيور الظلام لفلم مش عارف إيش كلها أفلام الإرهابي كلها أفلام فيها يعني طيات تحمل في طياتها الإساءة للإسلام حتى أنا من قبل يمكن يومين ثلاثة احضرت تقرير عن برنامج بعرض إن هالمسلسلات اللي في رمضان هذا شو بتقدم إساءة للإسلام بشكل عام تفاجأت إنه فيه مسلسل باب الحارة الشيخ اللي كان يطلق أنا ما كنت أحضره يعني هذا المسلسل بس كنت أقرأ تعليقات عليه الشيخ اللي هو وضاء الوجه يعتبر وإنه بنستقيمنا نور الإيمان اللي هو كان شيخ باب الحارة في المسجد في الحقبة الجديدة طالع إنه هو يعشق امرأة جديدة يعني هو بروع على بيت وحده وبيعشقها وبيحبها وبيكلمها من وراء الباب يعني عملهم بنزله في النماذج وهذا اللي هي النقطة اللي يبدأ أحكي عنها التنميط أي النمط السيء بيجيبوا نمط لديه أي سيء وبيضلوا يعيدوا ويعملوا عليه فيلم ورا فيلم ورا مسلسل ورا برنامج ورا تقرير لغاية ما يرسخ في أدهان الناس إنه أي شيء له علاقة بالإسلام هذا شيء مش مليح أي شيء له علاقة بالدعوة وما بدنا إياه أي شيء له علاقة ما هو الدين كل واحد حتى حتى اختلاف الأئمة أصبحنا مش فهمينه شو يعني قدرين يمختلفين على الأئمة وإن شاء الله الكلام هذا رح أتكلم عنه في حلقة جاية إنه شو يعني رح الأئمة اختلافه وراء واختلافهم رحمة حتى بطلنا نفهم إحنا أمور معينة في ديننا بطلنا نعرف نجاوب عليها أو نفهم فأصل الحكاية يا جماعة هو إنه الإعلام طاقة جبارة بتستطيع قلب الحقائق فأصل العلاقة إنه أنتبه لهذا الموضوع ما أكون مثل الكيس المسقوب طول النهار في رمضان مقرأ قرآن وبعمر صدقات وبسبح وبذكر وبهلل وبطيع الأم وبطيع الأب وعمالي قاعد يعني زي ما بحكوها برتقي روحيا وفي الليل أجي أحط كل هالحسنات في ثقب من قلب الكيس ينجلوا بالمسلسلات هابطة في شهر رمضان يعني يظهر فيها العراع ويظهر فيها أيضا العري والخمر وصحبة النساء كل مفاهيم اللي إحنا ما كنا نآمن فيها أصبحت اليوم من العادات البنت صاحب شاب عادي البنت طلع بدون إذن أبوها عادي الستة من الزوج أتكلم واحد عادي كل أمور هذه أصبحت أمور ضمن العادة والإلف وإذا وصل الموضوع لإلف المعصية نعرف أنه وصل الموضوع لأمر جدا خطير وهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء فيكم حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته